موسيقى يقول الشاعر فيكتور هوغو الصادقون لا يعرفون التصنع فكلما هموا بالتلون فضحهم طياض قلوبهم التصنع مرض من أمراض العصر يحاول الناس أن يكونوا أكثر قبولاً في المجتمع عن طريق تغيير طريقة كلامهم أو تفكيرهم أمام الملأ وتكون محاولاتهم مثيرة للسخرية أمام من يعرفهم من قبل كأنك تشاهد مقطعاً مسروقاً من أحد الأفلام المشهورة يقوم بتأديته ممثل هاو ومبتذل بالطبع هناك فرق شاسع بين التصنع وتطوير الشخصية فالتصنع زائف والثاني حقيقة كما أن الإنسان لا يعد ناضجاً بشكل كامل حتى يطور من أفكاره ويبنيها مصححاً ما فيها من أخطاء أو أمور قد لا تتناسب مع عمره الحالي أما المتصنع فهو يحاول جاهداً نيل إعجاب من حوله بشيء هو ليس عليه كأن يحاول أن يتحدث بلهجة غير لهجته أو يرتدي ملابساً لا تليق به أو التحدث بأمور لا يفهم فيها شيئاً يظهر لنا المتصنعون في كل مكان كالجلسات العائلية والجامعات وأماكن العمل فتكتظ مواقع الإنترنت بالمتصنعين ومهوسك الشهرة فيدخل المتصنع حالة من الضياع كالغراب الذي قلد مشية الصقر فلهو أجاد مشيتها ولا استطاع أن يعود إلى مشيته الأصلية يفقد الإنسان نفسه بين الشخص الذي يحاول أظهاره أمام الناس ومن يخفيه بكل حرص بداخله حتى يصل إلى مرحلة هو نفسه لا يعرف من منهما الحقيقي فيضيع بينهما البساطة والصدق هو ما نبحث عنه وليس التصنع إن أحببت نفسك واحتضنتها بجميع جوانبها هنا فقط سترى وستعرف الأشخاص الذين يحبونك فعلا اشتركوا في القناة